المودة والسكن والرحمة نوعزين نتوقف عند دلالات هذه المعاني على ضوء الآية الكريمة أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن وداه واتبعه وداه وبعد الحياة الزوجية القائمة كما قلت على المودة والرحمة والسكن وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكل واحد من الزوجين يقول الله تبارك تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون يتفكرون ومن أسس البيت الناجح القائم السعيد اللي هو كل واحد يقوم بدوره في البيت وكل واحد يكون سبب في إدخال المودة والرحمة والسكن على الآخر مش كل واحد يكون سبب في إدخال الهم أو الغم على أحد الزوجين ذلك من قوامة الرجل على المرأة أن يسير ويسير على أهل بيته خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل بيته ويساعدهم في الأمور الحياتية وفي الأمور الزوجية وأنا في سيدنا رسول الله أسوة حسنة لما السيدة عائش رضي الله عنها وارضها سئلت كيف كان رسول الله في البيت كان بيعمل لما يخلص أموره بره ويروح بيته كيف كان عمله صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها وارضها كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله يعد أي حاجة في البيت هو عوزها ممكن هو يقوم بنفسه و لا يستحي و لا يستنكف و لا يستكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بزوجته و رحمة بأم أولاده و محبة لها يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تقول في الرواية يخصف نع له لو قزمته أو شبشو موطوع هو اللي خياطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاء عنده في البيت لو عود شوية لبن يقوم يحلي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفعل الأمور الحياتية في بيته كذلك الزوجة تساعد زوجها سواء ماديا أو معنويا وده معنى المودة والرحمة والسكت